مرحبا وشكرا بمتابعتكم تاك مشن اليوم الفيديو رح يكون شوي مختلف عن اللي متعودين عليه بالعادة بالعادة أنا بتعرفوني دائما بقدم لكم المنتجات بقدم لكم إيجابياتها بقدم لكم سلبياتها بس بحكي دائما عن كيف ممكن تفيدنا بشغلنا نحن كصناعة محتوى وكمان انتو كهوات كمصورين كعالم بتحبوا تحفظ ذكرياتكم بطريقة أو بأخرى هلا اليوم رح يختلف شوي التون اللي عم نحكي فيه رح يحكي بشو مقصرين معنا شركات التصوير عمالقة التصوير العالميين بشو مقصرين معنا خصوصا شمقصرين معنا نحنا هون بمنطقة الشرق الأوسط شو ممكن يعملوا لحتى منتجاتهم تكون أقرب لنحنا شو ملتمنى وبنفس الوقت أقرب لألنا متوفرة أكتر لألنا كمعلومات عنا وكمان كمنتجات بحد ذاته كتبت أسماء الشركات كلهاتهم على هدولورا من شان ما انسحدة بس رح خلي سوني على الأخير متل تعرفوا أنا دائما يعني المعدات تبعتي سوني وأغلبية الوقت أنا عم أعمل ريفيوز لمنتجات سوني فرح خلي سوني على الأخير اللي حتى نختتم فيها بس فيما تبقى أنا رح أعمل ترتيب عشوائي تماما هذا الترتيب ما بيعني أي شي هي مجرد ترتيب عشوائي بهادولورا وخلونا نبدأ الكرت الأول بانا سونيك في عندي رسالة كتير بسيطة لشركة بانا سونيك خلينا نتعرف على بعض اتفضلي شو فينا خلينا نشوفك عارفينا مين انتي وين مقرك بدبي شو بتعملوا شو الكاميرات اللي عندكم ياها أوكي ما بدي ما بدي كوني بطير آسي عليهم بمعطولنا أخبار هنين في أخبار توصلنا دائما من بانا سونيك بس ما في دعوة انه نعمل ريفيو لأي منتاج ما في دعوة لفعالية تعرفنا على المنتج الجديد حيث انه نشوفه بين ايدينا ونشوف شو ممكن يفيدنا شو ممكن يفيد الناس اللي عم بيطابعونا شو ممكن يفيدكم انتو كصناع محتوى بانا سونيك غايبة وانا كتير حاب انه بنسئل كتير كتير حاب انه اشتغل شي على منتجات بانا سونيك حابب انه نجرب المايكرو فور ثيرتس عرفكم عليه على إيجابياته وعلى سلبياته ما في شي وينك يا بانا سونيك يعني اوكي عندك منتجات كتير حلوة بنشوفك بالعالم بتبعتي عينات للمعاينة لليوتيوبرز العالميين وينك بيها المنطقة بنعرف منتجاتك كتير مهمة كيف بدنا نفرجي الناس انه منتجاتك كتير مهمة حكي معنا خدي وعطي معنا الكرت الثاني دي جي اي اول شي بتعرفوا انا كتير بحب درونز تبع دي جي اي كتير كتير بحب درونز تبع دي جي اي بس دائما وقبدا في عندي نقطة ثابتة ووضحة ووحيدة ودائما بحكيها حتى مع دي جي اي هذات نفسهم انتو عندكن افضل نظام استبيلايزيشن بالعالم افضل درونات بالعالم يعني التكنولوجيا بتحطوها بالدرون تبعكم خرافية ليش دائما هادا الشي مصحوب مع كاميرا يعني نص نص يعني خلوني اعطيكم مثال انا اول درون اخدته كان الدي جي اي مافيك ميني المافيك ميني كان في عنده تكنولوجيا رائعة بالدرون كتير صغير بهذا الحجمه 249 جرام في عندنا تكنولوجيا لا يعني ما فينا نتخيل وجوده بهالشي الكتير صغير ما هالتكنولوجيا كان في عندنا كاميرا بالصور زفت بالفيديو يعني صوت لكم فيها بموريشوس اذا تذكروا ما هالفيديوهات الكتير كتير مثالية اه تاني درون اخدته كان الدي جي اي اير 2 فيديو كتير كتير حلو وزبطوه بالفيديو يعني ما فيني اقول انه كتير كتير حلو متبق انا بتمنى بس انه ماشي الحال فيديو كويس صور ضوئية ولا شي عن جد ولا شي ما اقدر اصور واخد لقطة حلوة كومبوزيشن ومن السمه وكذا ما اقدر انشر ما اقدر انشر الصورة على انستغرام حتى لانه مانا جميلة اير 2 اس احسان احسان لسه كتير بعيد ليش دائما حابسيننا بموضوع جده الصور الفوتوغرافية جده الفيديو هلا المافيك 3 برو ما بعرف يعني رحشوف لسه ما جربته انتو حملتو حالكم وطلعتو بره دبي فانا منعرف حتى كيف بدنا نقدر نوصل لرفيو يونيت من المافيك 3 برو بس كمان حتى عم شوف من الرفيوز انه ما زال في عنا اشياء نقصة بموضوع الكاميرا عندكن تكنولوجيا ستبيليزيشن كتير حلوة ركزوني على الكاميرات مزبوط يعني مناخد الاوزمو بوكيت على سبيل المثال فكرة كتير حلوة وشغلة كتير صغيرة وستبيليزيشن رائع وفينا نصور فيها فلوغات وكل شي ما بصور فيها انه جودة الصور اللي عم اخدها مانه جيدة جودة الفيديو اللي عم اخده مانه جيدة ففي شي دائما نائس في عم يكون في عندكن دائما هالنقطة الضعف بالمنتجات تبعتكن اللي هي جودة الصور تحديدا والفيديو الى حد ما هلا بمتجاتكم الاخير الفيديو عم بيكون احسن الصور لسا كتير كتير بدا الشغل والكرت التالي جو برو جو برو اول عتب الي عليون انه وينكن؟ وينهم بدبي؟ اوكي حكينا عن باناسونيك انهم مانو موجودين بس عندن شركة علاقات عامة منعرف من هي ومنعرف مين الناس اللي فينا نتواصل معهم ما نشيطين بموضوع ريفيوز وهيك بس موجودين جو برو ما حدا ما عندي فكرة حتى من شركة العلاقات العامة تبعتكن ما عندي فكرة من التمثيل تبعكن مع مين لازم احكي ما عندي خبر اذا عملت فيديو عنكم هلا انا راح اعمل فيديو عن الهيرو تين بلاك لمين بدي ابعته لحتى تشوفوا انه فيه ريفيوز باللغة العربية عم تنعمل بطريقة احترافية ما عندي اي فكرة مو موجودين ابدا بدو بي هذا العتب رقم واحد العتب رقم اثنين منتجاتكم كتير حلوة الهيرو تين يعني انا لو عمسش لهذا الفيديو قبل ما تطلع الهيرو تين كان عندي لسا تطويلة عريضة بالاشياء اللي لازم تشتغلوا عليها الهيرو تين عظيم فيه كتير اشياء اشتغلت علي وصلحتوه في 120 اطار الثانية في جودة الصورة في البيترايت الاعلى في الكاميرا الامامية اللي صارت افضل بكتير من الهيرو نين اصدي الشاشة الامامية الشاشة الامية اللي صارت افضل بكتير من هيرو نين في عنا كتير تحسينات بس لسا ما عم تشتغلوا مظبوطة على الفلات بروفايل حبسين نبين فلات بروفايل ما نو كتير ناجح و بالمناسبة انا بظل بعملوا فلات و برجع لو واحده على ما فلات هذا اللي صار معي بالمالديف و تاني شي ما نو ريل فلات ما نو لاغ انو بس خففنا الكونتراست شوي بالتباين بدنا لاغ عملوا جو برو لاغ جو برو لاغ نظامي مع لات ونحنا بنتصرف باقي الالوان لما نترك الالوان متل ما انتو بتكون كل شي بكون يعني الشمس المشرقة الخضار اخضر من هيك ما في الاحمر يعني ما بيكون حقيقي ابدا وقتل بنعمول الفلات ما عنا كتير هامش للشغل فبتمنى عليكم تشتغلوا على موضوع الفلات بروفايل تعملوا لنا لاغ حقيقي جو برو لاغ حقيقي مع لات ونحنا بنتصرف بالباقي الكرت القادم من نصيب فوجي فيلم فوجي فيلم حبايبي وانتو بتعرفوا انو في عندي علاقة كتير منيحة مع فوجي فيلم الشرق الاوسط وتحياتي لريتشارد ريتشارد او انتو تستمتع لك فوجي فيلم يعني كاميراتهم دائما وابدا متميزة ومختلفة في عندهم الميديم فورمات للمحترفين بيجي حدا بيسألني انو اخد ميديم فورمات انت شو تشتغل تشتغل مصور لا ما تاخد ميديم فورمات ميديم فورمات للمحترفين للناس اللي اخدينا لحتى يعملوا منا مهنة حياتهم وفي الاي بي اس سي ولسببا ما الاي بي اس سي تبع فوجي فيلم الفئة الناس تارجيت اودينس فئة الناس اللي بيشتروا عماره 65 سنة وطالع ما عندي اي فكرة ليش يمكن الدايلز والقصص هي اللي بتخليه جزاب اكتر لهالفئة بس حقيقة اللي بدي ايا من فوجي فيلم انا انو ينتبهوا شوي على جيل الشباب جيل الشباب ما بده بس كاميرا فوتوغراف بدنا يا فوجي فيلم كاميرا فيديو سنترك وحده يعطيني واحده اللي لي يا علي هاي الكاميرا الفيديو سنترك تبعتنا هيك نحن بنعمل الفيديو هيك نحن بنعطي اعلى امكانيات بالفيديو حتى لو كانت اي بي اس سي فيديو سنترك اي بي اس سي عظيم كتير من فوجي فيلم معاندي مشكلة ابدا عندهم الالوان تبع فوجي فيلم رائعة الإفكتس هي تبع الأفلام كتير كتير حلوة بس ما عندي كاميرا بقدر قول يا جماعة هاي كاميرا صنع محتوى هاي كاميرا فيكن تعاملوا فيي محتوى كتير حلو لوسائل التواصل الاجتماعي عنا فئة كاملة من الناس اللي بدنوا كاميراتهم تصور صور حلوة وبنفس الوقت تصنع محتوى غائبين تماما عن بالهم لفوجي اشتغلوا على هذا الموضوع فوجي اعملوا لي كاميرا فيديو سنتريك حتى لو اي بي اس سي ناطره ب 2022 الكارت القادم من نصيب العملاق كانن كانن اول شي وجودهم هون بالشرق الاوسط معقول كتير ما انهم اقوية مثل سوني ما انهم متفاعلين كتير مثل سوني لكن معقولين ما في نيع تبع اليون نهائيا بالنسبة للكاميرات تبعتهم كانن فيه شي كتير مهم شغلتين اكشلي انا بدي احكي لكم ياهون واحد بمجال والتاني بمجال تاني مجال الاول اي بي اس سي شو صار معكم اخر شي عملتو الامون هندرد على ما اعتقد مارك تو كان في مارك تو ما بتزكر اذا كان في مارك تو المهم بيسألوني على القناة تنصحنا بالامففتي تنصحنا بالامون هندرد ما بعرف في خطط لانكم تطوروا هذا الموضوع وين العدسات ما انتم عندكم مونت هون غير مونت الميرر اللي استباعكم غير الارف مونت طيب شو رح تعملوا بهذا الماونت هل رح تمشوا فيه رح تطوروا فيه رح تقعرف ان صح العالم يستثمروا فيه ولا لا اذا بدون يروحوا لهونيك وما فيه عدسات وما فيه الا هل كاميرتين شو رح يصير الشي التاني بالنسبة للميررلس انتم بتضلوا تقولوا انه والله نحنا عندنا اللاينب تبع الميررلس وكذا عندنا الايوس ار والايوس ار بي والايوس ار سيك والايوس ار فاي والايوس ار ثري اخر ثلاثة مضبوط ار سيكس رائعة ار فايف حلوة كتير بمحدودية مشاكل الحماوي اللي عندي اياها ار ثري فانتاستيك ما مديت ايدي عليه ما بعرف لسه بس واضح انه فانتاستيك سنتم ابعدتوا لياها لسه لكن اتقلوا لي ايوس ار و ايوس ار بي لانه ب ايوس ار و ب ايوس ار بي اصلا لازم توقفوهم ولازم تشيلوهم من المحلات لانه ب ايوس ار و ب ايوس ار بي ما في حدا بالكون كان ابخل بالمواصفات منكم بها الكاميرتين مواصفات الفيديو تحديدا ما عندي شيء ما عندي شيء ابدا ايحكى فيه بالفيديو بال ايوس ار و ال اوس ار بي ايوس ار 6 رائعة ار فايف و ار ثري محترفين طيب ما عندي الا كاميرا واحدة للهواة ما عندي الا ال ار سيكس طيب بالتاهرة من يانصحني بان دي اساس مير بي كانون على العدسات انا ما عندي الا عدسات كانون افتحوا مائمات التكون خلوا صอง السيجما اطور خلوا تاميرو تطور خلوا سام يهاندك تطور خلو باقي الشركات اطور لا، نحن بس حصراً نحن اللي بننتج العدسات تبعنا، وبالتالي عندي هالعدستين ثلاثة الخيارات، خيارات رائعة وحلوة، بس الناس بدها خيارات أخرى، بدأت تشجع انه فيه إيكو سيستم حلو، شتغلوا على هذا الموضوع وخبروني تبقوا، الكرت القادم حبايب قلبي نيكون، وانتو بتعرفوا أنا قديش بحب هالشركة وقديش بحب منتجاتها لهي الشركة، وبالمناسبة انتظروا مفاجأة كتير حلوة بفيديو كتير كتير حلو عن إحدى كاميرات نيكون قريباً جداً، والإساس طارق بيعرف، ونحن عنا شراكة كتير حلوة مع إيكو، وشراكة كتير طويلة، والإساس طارق على عيني وراسي هو مدير العلاقات العامة والتواصل بمنطقة الشرق الأوسط، أحلى مدير علاقات العامة والتواصل بالعالم، وكتير فخور بعلاقتي معه، لكن بنفس الوقت بدي إحكي أنا عن إيكو، بدي إحكي نفس الشي اللي قلته عن كانن، ليش ما في عنا خيارات بالعدسات؟ ليش ما بتفتحوا الماون تبعكم، وبتخلوا سام يانج وتامرون، وسيج وغيرهم من الشركات، يعملوا عدسات لقلكون، طيب ما أنتو عندكن أصلاً هدول، يعني الكاميرات اللي أنتو قدمتوون، أول شي، يعني Z6 و Z7 حلوين، Z6-2 أبديت كتير حلو، كان لسه بده كتير أشياء بس أبديت كتير حلو، Z7-2 نفس الموضوع، أبديت كتير كتير حلو، Z5 ما عرفتو نراحين فيها، ليش نحن بدنا سنسر مانو باكسايد إلومينايتد، ما عندي أي فكرة، ستيل، ما بعرف عن المبيعات، ممكن تكون عم تبيعة مني، لأنه سعره مناسب، بس أنا شخصياً كالحدة بشتغل بالتك، ليش بدي Z5؟ أنا أفكر، أنا عم حط سراتيجي للشركة، أموال Z5 شوه سماعة السنسر تبعي؟ طيب، والZ9 للمحترفين، هيدون هنالخيارات اللي عنا، شو خيارات العدسات اللي عنا؟ أكتر من عدد الكاميرات ولا أقل؟ أعطوني إمكانية تطوير عدسات من شركات ثيرد بارتي، رح تربحوا كتير صدقوني، رح تربحوا بمبيعاتكم بالإكو سيستم تبعكم، صدقوني كتير، موصل أخيراً لسوني، سوني مثل ما بتعرفوا أنا، أغلبيت المعندات عمنا على القناة هي من سوني، وأنا شخصياً كتير كتير بحترم الإبتكارات اللي عنا إياها سوني، بحترم الإكو سيستم اللي نشحت بإنا تبنيه، هي الشركة اللي فاتحة الماونت تبعها، في عنا عدسات من كل الشركات للماونت تبع سوني للإيماونت، كتير كتير بحترم هذا الشيء، لكن سوني في عندها نقطة ضعف ما عم تقدر تتجاوزها، وأنا شخصياً عم تعملي مشكلة هي نقطة الضعف، إنه الري أحد بجيها، لأشرح لكم كيف، إجت الـ A7S3، المينيوز الجداد، التوتش سكرين، هدول القصص كلياتهم، المينيوز الملونة، مواصفات كتير حلوة عظيمة كتير، وبعدها مباشرة النظر وـ A7C، طيب الـ A7C ما مشت مع نظام القوائم المينيوز الجديدة تبع الـ A7S3، رجعنا عن نظام الأدين، طيب ما بتكون تحطوا 10-bit مفهوم هي كاميرا رخيصة، ما بتكون تحطوا 10-bit، ما بتكون تحطوا 422، ما بتكون تحطوا هالمواصفات، بس عطوني المينيو الجديدة على الأقل، مشان بصرياً كن قادر أعمل ماتش بينه وبين الكاميرا التانية اللي عندي، هلأ رجعنا عملنا الـ A7S4، صار عندي الـ A7S4 بالقوائم جديدة، والـ A7S3 وFX3 والـ Alpha-1 بالقوائم جديدة، وبالنصب بيناتهم قادي الـ A7، أنا بعرف طبعاً أنه أنتوا وقفتوا حالياً الـ A7C، ربما ما يكون هذا الشيب يعني أنه فيه A7C2، أو ربما وقفتوا الخط كلياته، ما نشحت معكم، ما بعرف، بس أنا اليوم في عندي مشكلة لأنه الـ Research and Development تبعكم كان شوي يعني متلبك، ليش ما طبقتوا بعض الأشياء الشكلية، ما رح تكلفكم شي، اللي رح تساعد الـ A7C إنه تكون ضمن الإكو سيستم تبع كاميراتكم، نفس الشي صار بالمايكروفونات، بالمايكروفونات، كل العالم ماشيين على الـ Wireless, Compact Wireless Microphones مثل الـ Road Wireless في المثال، أنتوا طلعتوا مايكروفون جديد، وأنا قلت، عظيمة كتير مايكروفون جديد من سوني رح يكون ويرلس، لا، طلع كمان بلوتوث، W2BT على ما أعتقد اسمه، فكمان طلعوا بلوتوث طيب، ما نحنا كان عندنا شكوا أنه هدوكو بلوتوث أساساً الأديمين، ليش ما عملنا واحد وايرلس لينافس؟ يعني وايرلس مع الماونت، مع الـ Hot Shoe، السمارت ماونت، عظيم، شو بدي أنا أحسن من هيك؟ لا، خلينا بلوتوث، ما عم نفهم ليش، كمان ريسيش الـ Development، شوي، بنفس الوقت عندكم الكاميرات الرائعة، وعندكم الـ Alpha 1، وعندكم الـ FX3، وعندكم الـ E7S3، وعندكم في خيارات لا تعد ولا تحصل من الأشياء الرائعة، بس ركزوا شوي اللي حتى تضلوا ماشيين على نفس الموجة بكل الاتجاهات تبعتكم، وكمان بعتوا لي الـ 400 ملي متر فتحة عدسة 2.8 جي ماسر، هاي أم 13 ألف دولار، صدقوني أحسن للبشرية إنها تكون عندي، هدوني إياها، شكراً لساعة صدركم إذا كنتم عم تسمعونا من الشركات اللي ذكرناها، وشكراً لقل لكم أحبتنا ومتابعينا على طولة باقيكم كمان علي، أول مرة بعمل لكم فيديو رانت، ما لي بالعادي أنا فيديو شكاوي، بس هالمرة حبيت إني أشكي لأنه في أش أشياء كتير صغيرة ممكننا تنعمل، تحسن علاقتنا بالمنتجين، وعلاقتكم أنتم بالمنتجين بأشياء كتير بسيطة، وما بتكلفونا كتير، شكراً لمتابعتكم هالفيديو، إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لأيكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، والتابعوا هنا على إستجرام، أنا بشوفكم بالفيديو القادم